إذن لو أن الله عز وجل يا كرام فعلا يحاسب العباد على أخطائهم والله لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض أحد كم من الآن اللحظة هذه كم من إنسان يدعي أن لله ولد كم والله عز وجل يقول يؤذيني بن آدم ما هي أذيته لله عز وجل قال يدعي أن لي ولد والله الذي يقول قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كم هم الذين الآن على وجه الأرض يدعون أن لله ولد كم هم الذين يكفرون بالله كلية ولا يؤمنون به يعبدون صنما أو يعبدون بقرة أو يعبدون أكرمكم الله حتى فرجا كفر بالله عز وجل كم هم وكم هم الذين فعلا على دين الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ومع ذلك هل سمعتم خسفا في شرق الأرض أو في غرب الأرض أو جاءت صاعقة فمحت الناس أم أنهم يرفلون بنعم الله عز وجل لماذا لأن الله عز وجل صبور صبورا على عباده وربنا عز وجل أجابنا بآية ليشرح لنا لماذا هو يصبر على العباد وانتبه لهذه النقطة لماذا الله يصبر على الظالم وهو يستطيع أن ينتقم منه شو يا جماعة في شخص يصبر لأنه لا يستطيع أن ينتصر وفي شخص يصبر لأنه ليس بيده لا حول لقول لكن هل الله عز وجل يعجزه شيء في الأرض أو في السماء أبدا ومع ذلك يصبر لماذا يا رب قال الله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى ما هي الكلمة التي سبقت من الله قال إن رحمتي سبقت غضب ولذلك لا يجري الغضب جل جلاله إلا بعد أن يمهل ويفتح الباب للرحمات فيرسل الرسل وينزل الكتب ويفتح الآفاق ويضع المواسم خلف المواسم من أجل أن يتوب العباد لماذا لأن الله لا يستعجل بالعذاب جل جلاله وهذا من شدة رحمته وفعلا يا إخوة كم من أقوام عاندوا فصبر عليهم أنبياؤهم ثم عادوا وكم من أقوام لما لم يعودوا انتقم الله منه مثل ما قرأ إمامنا حفظه الله قصة نوح مع ابنه ونوح هذا النبي العظيم الذي ضرب أروع أنواع أمثلة الصبر أيوب يضرب فيه المثل بصبره أليس كذلك؟ كم صبر على الأذى ستعشر سنة نبي الله صبر ستعشر سنة على الأذى نوح كم صبر يا إخوة تسعمية خمسين سنة هو يصبر على المستهترين الذين كانوا يمرون عليه فيقولون يسخرون منه عندما يرونه نصنع السفينة فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا ونوح الذي كانت زوجته وابنه ليسوا على دينه ومع ذلك صابر في دعوته ونوح الذي أمضى قرابة الألف سنة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل ونوح الذي يرى ابنه يغرق أمام عينيه ويصبر لله ولا يجزع ولا يغضب عن الله بل إنه عندما يناجي ربه إن ابني من أهلي فيقول الله له إنه ليس من أهلك فلذلك يصبر ويرضى بقضاء الله ثم بعد ذلك بعد أن يقص الله لنا قصة نوح يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين والله لا يمكن أبدا أن يخذل عبد صبرا لله عز وجل أبدا لأن هذا الدين مبني على الصبر ومن هنا نستقي الدلالة العظمى في تعلم اسم الله الصبور أن يكون له أثر في حياتنا في الصبر تأمل صبر الله على خلقه ثم اجعل لهذا الأمر أثر في حياتك أثر في دينك أنت دينك عندما تحافظ عليه ماذا يقول الله لك يقول فاصبر نفسك اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ربنا عز وجل يطب منك أنك تصبر نفسك مع الصالحين مع الذين يصلون بالليل والنهار في بيوت الله مع الذين يرفضون المنكر ويفعلون الطاعة اصبر نفسك معهم لماذا لأن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر كلنا مجبولون على حب المال أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام مع أنك تحب المال قذف في قلبك حب المال ثم قال لك هذا الدنيا قدام تستطيع أنك تصرق وتغش وترابي فإن صبرت ضفرت كلنا مجبولون على حب الشهوة فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا كلنا مجبولون على الحرام على النوم نحب النوم ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر ما في شيء يأتي بلاش لازم تصبر لازم أن يرى الله منك الصبر ولذلك مع الصبر تفلح يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله عز وجل يصبر وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقل شوف يا أخوان في صبر بلا عقاب هذا اسم حلم ليس اسم صبر صبر بلا عقاب هذا اسم حلم ليس صبر وهذا لا يريق بالله أزوج كيف؟ الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا هذا الذي يعيث الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيل في كل مكان ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب هل هذا عدل؟ لا يمكن لكن الله عز وجل يمهلهم ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأسن إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له لا يغرنك فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم وإلى الظالم الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمين هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه غره جنوده غره زبانيته غره المرجفون حوله وبدأ يظلم ويبطش سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته يظلم ويبطش يستغل قوته لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية يقول له الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوا للمتكبرين والذي يستهزئ حتى في دين الله والذي يعيش على معاصي الله يقول الله عز وجل انتبه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إذن الله عز وجل يصبر لكن في نهاية الصبر هناك حساب وهذا هو عدل الله عز وجل أن الله يمهي للعبد يصبر على العبد يفتح له الفرص لعله أن يتوب ولذلك يا إخواني إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين لا تظن أن هذا عجز من الله عز وجل تعالى الله لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العبادة طيب حقوق الناس والناس المظلومة لا يمكن أن يضيع عند الله شيء لكن هذا ينجو من النار وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل لكن ربي لا يحب أن يعذب عبادة إذن يا إخواني أولا نعلم ما معنى الصبور هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة الثانية اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء لا كل صبر له نهاية عادلة سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم وهذا تمام عدل الله عز وجل مسألة الثالثة اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان واسمع لهذا الحديث علشان إذا جيت تصل الفجر في هذا البرد تركت النوم وأتيت إلى بيته تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون ثم وقفت بين يدي الحي القيوم لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأن ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك لا يضيع هذا عند الله اسمع لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم يا أخي يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته من هم يا رسول الله أما الأول فرجر الخرج في غزوة للجهات فرجع الناس إلا هو صابر وقف يدافع عن دين الله هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله والله لا يخذر وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور والله إن النيران تصليهم من كل مكان وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانه لا يخذرون من خلفه هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل من هو الثاني يا رسول الله قال الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين دين الله عز وجل الله أكبر أيهم أعظم صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل الفجر أعظم فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم وأما الثالث فرجل سافر مع قوم والسفر تعب وجهد فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا قام هو يصل بين يدي الله عز وجل ترك الراحة من أجل أن يضل الله عز وجل انظر ما هي عاقبة الصبر أن يضحكوا الله إليهم ويستبشروا بهم وينظروا إليهم جل جلانا إذن يا إخوة لازم نصبر على الطاعة لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل نصبر حتى فلا نؤذي الله هل نؤذي الله؟ نعم نؤذي الله عندما نسب الدهر كم من إنسان يسب اليوم الذي رأاك فيه أو الساعة التي رأاك فيها أنت هنا تؤذي الله عز وجل فلا تؤذي الله بهذا الكلام اصبر اصبر نفسك عن هذا الأمر لأنه يغذب الله عز وجل إذن هذا المبحث الرابع وهو الصبر على مرضات الله اصبروا يا كرام فوالله إن مع الصبر الغن مع الصبر الفوز هذه التقوى ليست شيء نشتريه الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني رقة القلب الهداية هذه كرامة من الله عز وجل لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة هو مصابرة الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين إذا الموضوع احتاج إلى صبر ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل أيضا يا إخوة نريد الصبر في أخلاقنا في تعاملاتنا في تعاملاتنا مع الناس عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصني قال لا تغضب أمسك نفسك عن الغضب وليس الشديد بالسرعة ما هو الشديد اللي يضرب الناس الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر أصبر مع زوجتك عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة أصبر عليها يا أخي أن ترضى منها خلق أن تكره خلق ترضى خلق آخر أصبر أصبر أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل أصبري واحتسبي رحمة بأطفالك سترا لعرضك سترا لوالديك لماذا؟ لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل الصبر يا إخوة نريد حتى مع أولادنا بعض الناس إذا أخطى ابنه دعا عليه الليل والنهار وسبه بكل أنواع السباب لا يا أخي لا تدعو على ابنك قد تصدر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك أنت ما تشعر امسك نفسك يا أخي اصبر اصبر في تعاملك مع الناس إذا قابلت الناس يعني الذي يقولنبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كيف تريد العز وتريد الوجاه وتريد الجاه وتريد المكان وأنت لا تصبر لا تصبر لا تصبر الصبر هذا مطلوب يا أخوة في التعامل مع الناس كما أنه مطلوب في العبادة الصبر عند الأقدار وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلى إذا ابتليت فاصبر إذا ابتليت فاصبر إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة مرض كلا مرض أي أمر وما أكثر الأمر لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها أصبر لماذا لأن الله قال لكلمة عظيمة قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر